الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخرج الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله والحديث باختصار فيه موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن في هذه الحياة الدنيا أن يزهد في هذه الدار وأن يتذكر الآخرة وأن يعمل للموت وما بعد الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة يعني أي زول موت في ثلاثة بالتبعوه أهله وماله وعمله من عثيمين رحمه الله قال أهله أي الرجال من أهله لأن النساء في نهي عن اتباع الجنائز بالنسبة للنساء كما في حديثهم معطية رضي الله عنها وماله قال المقصود أي الرقيق الذين اشتراهم بماله أو من ماله وعمله أي هذا العمل يتبعه إلى قبره فيرجع إثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله ده البصل معاك لما ندفنوك بعد الدفن بيرجعوا ويبقى معك العمل أشاكي الزول في الموت وصف الله حال الكثيرين فقال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون بيقول ربي ارجعون ما عشان الأول ولا الثاني لا عشان الأهل ولا عشان شنو المال وإنما للثالث ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون شكير رب العز والجلال قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا أي خير تعمل قرأت قرآن ذكرت الله تعالى وصلت الأرحام صليت فعلت ما فعلت من أعمال البر ومن أعمال الخير تجد ذلك عند الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد وأعمال الخير كثيرة لكن أنا بزار أذكر واعظ الناس بواحد من هذه الأعمال وأختم بذلك وهو من أفضل الأعمال والقربات التي يتقرب بها العبد إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى وإذا ذلك اليوم العظيم الذي يقف فيه وهو منكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا العمل هو نشر دين الإسلام شفت في الدنيا دي الأعمال المتعمل كل ابن حسيمين رحمه الله تعالى شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به في بعض الناس بيقول ابن آدم لكن النبي صيح مسلم في الحديث قال إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له قال الصدقة الجارية ذكر مجموعة من الصدقات الجارية قال كبناء المساجد وكإصلاح الطرق قال وكحفل الآبار وكواواوا وإلى آخر ذكر مجموعة لكن اتكلم في النهاية إن الصدقة الجارية دي في الغالب بتنتهي بيجي وكد بتنتهي يعني التحفر تبير بيجي يوم بندفن ولا بجف بنت لك مستوصف في النهاية بيشتغل بيشتغل بيصلط على ناس في النهاية بيعوا بيأكلوا حقه يعني في النهاية في الغالب بنتهي قال الولد برضو بغادي الولد بيموت وإن جاولد برضو بموت لكن البفضل في غالب الأحيان هو العلم النافع علم ينتفع به شكاية تحرص في الدنيا دي قبل ما تموت تنشر العلم وأفضل علم تنشره دعوة التوحيد وعلم التوحيد أولا تكتر الكلام وكذي وتقلل وتمشي وتجي ولا تمشي تقعد لك ساعتين في النهاية دار تلقط لك معلومة في اللغة عشان تجي تورين عندك لغة يا زول لغة بتاع شنو أبقى أجهل زول أنت في نظر الناس مش في نفسك ولا عند الله تعالى أبقى أجهل زول لكن موضوعك شفت توحيد تاني توحيد والله الموضوع ذا نهاية ما تخليه تنشر توحيد 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 قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد قال وأعظم الناس أجرا هم الدعاة إلى التوحيد ليه؟ قال لأن عظم الأجر يكون بعظم المدعو إليه وليس في الدين أعظم من التوحيد تدعو الناس لأله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين تمشي مسجد الناس قاعدة سلام عليكم يا ناس عليكم السلام خمسة دقائق بس ولا أقول لكم سبعة دقائق تكيفوا جدا ها تفضل تفضل دار تقول شنو يا ناس الله قال في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ تبين لهم أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ دي الناس السماء عندها مشاكل كثيرة فيها أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ أَعْبُدُوا اللَّهَ أَصَلُوا لَيْهُمْ كُوَيْزْ بِنْصَلِّكُ صُومُوا لَيَا اللَّهَ كُوَيْزْ بِنْصُومُ أَدْعُوا اللَّهَ كُوَيْزْ بِنْ أَدْعُوهُ أَنْذِرُوا لَيَا اللَّهَ كُوَيْزْ بِنْنْذِرْ لَيَوْهُ أَذْبَحُ لِلَّهَ تَعَالَى سَبِّحُ لَيَا اللَّهَ قِيمُوا اللِّ لَيَا اللَّهَ تَجْلَى الجُزْو الثاني أن يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ الطَّاغُوتِ من الطَّغِيَان مجاوزة الحد وهو ما تجاوز كما قال ابن القيم رحمه الله ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع تتكلم ما تجاوز به العبد حده من معبود ابن عثيمين قال ده أبلغ تعريف للطاغود شفت التعريف العرف ابن القيم رحمه الله ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدبوع أو مطاع وده سبب المشاكل البرة. انتك النادي بنبزونا ليه? عصبجية. ما عصبجية نحن. عصبجية ايتو. ابن الضارات واقف وراء. وده فضيلة الامام عصبجية ايتو. انت عندك عصابة. ما عندنا اي عصبجية نحن. افهم براحة كده. وما تزعل. موضوعنا معك توب. لالله. وسكترت زاتو مرة السلطة مرة. بغادي خروج مرة بعجاه. امسكوك من وين وخلوك وين. يا اخي زاتو حيرتنا. امش يا ازول انا ما عندنا الاكشي تاني. وانا وريتك واضح. والله. والكلام ده. والله انا بقوله من جوة قلبي. لا دائر مجامل للعزول. ولا رفع انزول. ولا كده ولا بيان للعزول. لكن في النهاية. شغل هذه كترة. تنبز زي ما تنبز. وهؤلاء بتجيهون اموال. اموال من وين? انت مشكلتك معانا بتجينا اموال. اي. من وين بتجي? انا السيدي الجمعة دي واحد الشكل معاه في الجامعة. قابل اي شغل واضحة. قام قال لي اخر مرتب. قبط من انصار السنة امتين. خليك واضح معانا. قلت لي ازول ما في امرتب. ان شغال على التالي في مدرمان. بكرة على السوق وتلقاني لاب في في تك تك راكب مع زول وشغال على التالي وعرقان ما في شي. اتا على التالي قال لي قلت اخر مرتب قبطت وين? يا زول قبطة شنو. اتا مشكلتك معايا في مرتب. قلت لي تراهوانا قاعد اجينا مرتبات وبياكلوها ناس وبيسميه كذيه. ماذا راحاسي بزول. وما اندي لك حسابة ولا اندي لك شغلة. ما في مرتب. شغلة دي دعوة واضحة. تجيب المواصلات بكرة الله يفتحها لك. بموتر تموت ولا تمش تجي. المهم بعد بكرة باعربية تجي تبلغ الدعوة. اتا مشكلتنا. اتا من زوان مرتب ومرتب. يعني الا بس بعد بدنا نكشف حركتك الشغلة دي. ما في مرتب. والله ما في مرتب. ولا افشي بنشيله منزول ولا غيره. ماذا رضيع الزمنا. لكن مما عبود تبين للناس طواغيت يعبد من دون الله تعالى. يجيك محمد انتصر وغيره والناس المجارما ديل. مجارما. الله قال مجارما. قال كذي في القرآن. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. كذبوا معنا. ده التكذيب ذاته. واستكبروا عنها. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله. يستكبرون. ودي مشكلتنا معا ونزل. واحد الله. لا اله الا الله. يسرخوا طوالي. المهم انت تقول له نعبد والله براه. اي جمحة ما منتصر وغيره وقل لك. كلام ده متسوس في الكتب. وهذا قالوا في السكر. وما السكر. القبه دي متسوسة. كذي الكلام خلينا. القبه اصي يا حمدنية دي متسوسة ولا بنيتوها انتو. القبابة الشغالة في البلد دي امشة بحراز. امش وين. تاجي بغادي رفاعة. تاجي من الاستقبال. عن الشمال. تلاقي قبة وجنبها غرفة بجنبها خدراء. تامش قدام تاجي مدني من التداخل. تلقى مجموعة من القباب. اصي تامش ماشي سوك ستة تمشي من حلة كوكو. تامش قدام شوية. تلقى مجموعة شنو من القباب. دي جات متسوسة. اتو الشغالة دي بدي السواب الليل. والطلبة داسية. والمعلمة البنة داسية. والجيارة داسية. يا ناسة الشغالة دي كثيرة جدا. ولا كيف? معناه اتو جات متسوسين. انت ذاتك متسوسة. القلعك لينا شنو ذاتو. ابتلينا بكم. ديها في جانب. فمعبد. تبين للناس. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. يا ناس في الشدايد. نادوا الله براه. في الشدايد نادع الله براه. قولك. انا بخطب في البلاد نزيله. قل يا ولي الله اسماعيله. ونكرر كذي. وما عندنا. قولك مواضعكم متكررة. متكررة في مواضع تانية الحمد لله قاعدين في محلات تانية بننشر نشرح وكذي. لكن بعد نضمن انه الشغالة دي الحمد الله نطفت والناس اللي قدام نزيل مكنة تمام وايشي. بعد ده بنشوف اللساتك بجنبه. والباقي السمكرة والحاجات والكذي والصيانات. لكن الت مكنة ذات ميتة يقوموك كيف. ويتا قاعد في حفرة تمروك كيف. وللزوك والمكنة مع الشغالة. شغالة دي ما تنظفت جوه ما بتنفع. والله الذي لاي لغيره. معبود ده اي جماعة تعتري الشرك او تدعو الى الشرك طريقة صوفية غيره. ديل بسرخه. مدبوع تجي للجماعة لاندهون قادة. خاتل لهم قادة قدامهم. القائد بتاعه الاخبط في الدين. ترود عليه يسرخ. يا زول قولك تكلموا في العلماء. والله انا قبل شوية بناقش قلت لك في ناس نغاش طويل. انها قالوا يتوب تشتموا العلماء وكذي. قلت ليا زول. العلماء بقولوا كلام في ناس. وانتوا بتجد خالفوا الكلام ده. الاولى باتباع العلماء. اذا صحت العبارة دي الاولى منه. انت العلماء تكلموا في الحلبي. انت بتجيبوا متابعة العلماء انا ولا يتا. اولما تكلموا في محمد حسين يعقوب. انت بتجيبوا متابعة العلماء انا ولا ينتا. انت بتتنزل قواعد سلفية بتنزلة في بعض الاحيان. وهناك بتبقى لك مرة. دي الشارك ده. لانه ده ساولك مغسا. تقوم تلحقه بتقول. اه مع الجماعة. اها محمد الامين بشارك الجماعة ديلك. تقدر تلحقه. لا له ده زول زولنا. يا زولت معنا ميزانك ذاته. ملخبت ومفرتك. وانا مستغري بلياسي في شباب. الواحد يكون عنده حرقة. مرات اختنع. وانا المسألة دي ما الليماني جوه في قلبي. يعني زول تقعد معي اختنع. تماما. ده خطأ ده خطأ ده خطأ. نازل على الانحراف كذي كذي كذي. مش اختنع. بكرة الجماعة الكبار يجوه. واحد نظارة. ولا كذي امه والريحة ظريفة. ويجي ينزل من العربية يخلي الباب فاتح ويجيه سريع. ووو كذي. تمام. هالأمور تمام. تمام ما تمام. طوالي شنو. تاني يرجع. يا زول توب لي ربك ديل. الله قال ثم جعلناك. على شريعة من الامر. فاتبعها. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وان الظالمين بعضهم اولياء بعض. والله ولي المتقين. ابقى حرب راك. وما تشوف الكوراك دا. مش هناك شاكلون. جوه نايدا قون. مش هناك شاكلون. العلم الكبار ديل بدوا في السعودية بعضهم. بدوا في بلاد الحرمين. اللي قوة معادة من بعض الحزبيين. وبعض الاخوانيين. وغيرهم. محمد امان الجامي ذي تكلم في سيد قطب. جماعة طوالي قالوا الجامية. يحضروا لي سبع انفار. لما مات. الا في بعض المحاضرات جوكتار وكذي. لكن يجي يحضروا سبعة. واحد واحد اكتب. وغيره عبدالله البخاري. حفظه الله. علماء. في النهاية بعد العدادة. وعدة السنوات. وانكشفت الغمة. وتبين الحق. فالتفى الناس. ولله الحمد. حول الحق. وصار الحق جليا. شغل هذي بتبدأ بيبتلع. تقبل بيجاي صوفي صر ليك. بيجاي اخو مسلمي صر ليك. بيجاي حزب تحرير صار ليك. بيجاي كذي ده صاري. ده صاري. ده صاري. ده صاري. تلف تلف تلف. اي محل. ناس البيت يجوك. اسمع. جان هنا الشيخ فلان. قال يتوتك لأخل للناس. ما تجيب لنا مشاكل. تمشي به غادي المرأة. تقول لك اسمع. انت الشغل دي اخ كل يوم في مشكلة وجايين الحاصل شنو. وكذي. اي محل. شغلت جوت بيك تجوت تجوت. راسك قرب اضرب. بعد الله يسبتك. وان كادوا. ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك. لتفترئ علينا غيره. واذا لاتخذوك خليلا. ولولا ان ثبتناك. لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. الى آخر الآيات من سورة الاسراء. اشا كذي في ناس كتار كانوا راكبين قاعدين في السل بس. كلهم وقعوا في اول دك داك. واحد تلقاه دا يا رب. بس الدك داك البكسي عمل كذي. طوالي شنو. وقع. يا زول تعال اركب. يا زول الشغل دي مر ودك داك حار. نزل. في ناس من نص البكسي. يطفروا بيها. قالوا ازول. شغل دي لك الدام بتنقلب. ولا بتنقلب ولا يشاء. امسك قوي. خليك تمام. والله بما الشيء ان شاء الله. الموضوع هذا طويل. لكن انا اكتفي بهذا القدر. هذا هو صلى الله وسلم على نبي نحو. الصلاة. فتنشر دعوة الله تعالى. وتخلص بين الخلق. وتخلص في نقطة اخيرة. وتنبيه مهم. يا جماعة الان اهل الباطل. زي ما انتو تعلموا. صاروا يريدون نشر باطلهم عن طريق الطريق العلمي. يعني الواحد. بحاول يجيب. وفي الكتاب الكدي. صفحة كدي. وكدي. وفي المجلد الكدي. والكلام دي بقى. ما في البلد دي بس. تمروك في اخر الدنيا. تلقى زوشة اللي شبهتين ثلاثة. وشغالين جمعيات. جمعية كدي. وجمعية كدي. حاولوا ينشروا للناس الباطل بثوب علمي. فانت بحد ده لابد شنو. ما بنفع زي زمان. بس تحفظ آية. شرحها تجيز يتكلم. وويز جدا. ومن الدين. وما فيه اي كلام. ده من الدين. ولا يضعن فيه احد. تفهم. لكن السلواجب عليك تقرأ الكتب. وتتعلم. تنشره. ابدأ من الوصول الثلاثة. جيب الوصول الثلاثة. جيب شرحه. اقراه. اقرأ الشريح. بعدين اسمع التسجيل الصوتي. تلقى تسجيل لمحمد مان الجامي شرح الوصول الثلاثة. سميتها. تمام. الحمد لله. ولا غيره من العلماء. تهد. خدت بيه جنبه. تعال. نواقض الاسلام. تلقى شرح للفوزان. اسمع صوتي. اقراه. اجمع بين القراءة وشنو. والسماع. قريته. خدت بيه جنبه. بعد اجيب كتابة توحيد. اقراه. كذب. تاني بعد ذلك. كشف الشبهات. لان واحد من المشايخ. المصريين. المصريين. ذول عنده علم اسمه محمد حسن القائري. حفظه الله تعالى. قال. بعلق في بداية شرحه لكشف الشبهات. قال. كشف الشبهات. من الكشف والإزالة إلى آخره. بيان الحق. ونصف الشبهة. قال. لا بد من التأصيل قبل الرد. يعني. تلا بد شنو. تأصل المسألة تماما. بيين للناس الحق تماما. بأدلة واضحة واغنع. او بيين لون الحق. وحاول اغنع بقدر المستطاع. والهداية بيد الله. بعد ذلك تاني تطرح الشبهة شنو. التي انتشرت. اما المنتشرت دي ما تعرض الناس ليبتلا. لكن. اطرح الشبهة بعد ذلك رد. لكن من البداية. مرات في الشبهات بتلقى. السؤال ذاته بيسمع. داري عارف الحق فيه وين. انت اول شي وري الحق. الحق دي. الحق انه علم الغب لا يعلمه الا الله تعالى. ده علم. اه من علوم الله سبحانه وتعالى. الخاصة به. دي خلاص معلومة ركزت. في ناس بيقولوا شيوخنا بيعلموا الغب. ايواء. معناه ده باطل. الشبهة الجابوه شنو. على الباطل ده. تقوم تجيب لون شنو. الشبهة بعد ذلك تجيب الرد. هم بيكونوا سامعين الشبهة علينا باطل. في امت المسألة? بعد ذلك تتبين لون الحق. الموضوع بيبقى شنو. واضح ومبين. فلا بد الان من العلم. قال تعالى قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن اتبعني. وسبحان الله وما انا. من المشركين. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام وعليكم.